المكلف مهدي جمعة شرفني سيد رئيس الجمهورية سيد محمد منصب مرزوقي باستقبالي منذ حين وقدمت له تشكيلة الحكومة الجديدة المرشحة لنال ثقة المجلس الوطني التأسيسي وان شاء الله هذه الحكومة وبرنامجها ينالوا هذه الثقة في اقرب وقت الحكومة شكلتها على أساس ثلاثة يعني خطاق اللي هي الاستقلالية والكفاءة والنزاهة وان شاء الله وفقت في اختيار فريق من أحسن الكفاءات الموجودة عنا في الداخل وفي الخارج توانسى مية في المية وين يكونوا موجودين يعني عقلا وفكرا دما ولحما قلبا وقالبا ان شاء الله الفريق هذا يزد يكون منسجم كنت التقلت بهم اليوم العشية بش حكينا في منهجية العمل في الاهداف وبدنا نحكيه في تحضير البرامج وخطط العمل كنت فرحان بديقاهم كان جو طيب جوي بشر بكل خير جوي خلينا ناثقوا كونه بشيكون فريق ممتاز في أي الحالات يعني الفريق هذا يواعي بالتحديات اللي توجهنا وعلى أتم الاستعداد الكل هم جايين بشي عديو عام ولا الأشهر اللازمة حتى الانتخابات في خدمة هذا الوطن على أتم الاستعداد وان شاء الله نتعاونوا مع التوانسة والتوانسة يعاونون المهمة مجلس سهلة ولكن ان شاء الله تكون مكلة بالنجاح بعانة الجميع يظري مجف نطول عليكم تنتظروا لكلكم قائمة الحكومة الجديدة نحاول نقلها بشوية ومن بعد ان شاء الله باشترقاوها على سيتان تغنات تركيبتي وحكومة المرشحة لنا لنفيقة المجلس التأسيسي كالآتي الوزراء وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السيد حافظ بن صالح وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو وزير الدفاع الوطني السيد غازي الجريبي وزير الشؤون الخارجية السيد منجي حامدي وزير الاقتصاد والمالية السيد حكيم بن حمودة وزير الصناعة والطاقة والمناجم السيد كمال بن ناصر وزير الفلاحة السيد لسعد لشعد وزير التجارة والصناعات التقليدية السيدة نجلة حروش وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المعلومات والاتصال السيد توفيق جلاسي وزير التربية السيد فتحي جراي وزير الصحة السيد محمد صالح بن عمار وزير النقل السيد شهاب بن أحمد وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة السيد الهادي العربي وزير التشغيل والتكوين المهني السيد حافظ العموري وزير الشؤون الدينية السيد منير تليلي وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة السيد سابر بوعطي وزيرة السياحة السيدة أمال كربول وزير الثقافة السيد مراد السقلي وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية السيد نظال الورفلي وزير معتمد لدى وزيرة داخلية مكلف بالأمن السيد رضا صفر كتاب الدولة كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية السيد أنور بن خليفة كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية السيد عبد الرزاق بن خليفة كاتب الدولة للشؤون الخارجية السيد فيصل جويعة كاتب الدولة للمرأة والأسرة السيدة نائلة شعبان كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي السيد نوردين الزكري كاتب الدولة لأملاك الدولة السيد محمد كريم الجموسي كاتب الدولة للتنمية المستديمة السيد منير المجدوب هذه قائمة الوزراء كما تشوفوا عدد ما ذكرنا الشؤون الاجتماعية هيا تنعمدون نذكروها وزير الشؤون الاجتماعية السيد أحمد عمار اليونبعي السيد أحمد عمار اليونبعي هذه قائمة الحكومة كما تشوفوا نقصنا في عدد الوزراء قلصناه إلى 21 وعدد كتاب الدولة إلى تفضل إلى سبع كتاب الدولة بش يكون كما قلت لكم فريق ان شاء الله متناسق بش نكون واضحين الكنصيني يعني اللي اتفقنا عليه بش يكون فريق موجه للعمل نحب الفريق هذائي اللي فيه كثير من الشباب يكون عملي أكثر عمل أكثر من القول إن شاء الله نحب المناسبة هذه زادة كيف كيف نقتنم الفرصة ونتوجه بالتحية إلى كافة ما نعاونونا في تشكيل هذا الفريق نحب زادة كيف كيف نتوجه بالتحية لكل ما شفتهم لكل المرشحين لأني شفت كثير من المرشحين ما شاء الله تونس تزخر بكفاءات في الأول ما نخفيش عليكم كون المهمة كانت تبدو صعبة لأني كما تعرفوا ما عنديش حزاب ما عنديش في اللول يعني لغزو باش فيسع يلقى الكفاءات الإنسان ولكن تشكلت وقيت كثير من الكفاءات وحتى في الآخر في بعض المناصب في بعض الحقائب كانت عندي الاختيار إن شاء الله توفقنا في هالفريق المنسجم نحب زادة كيف كيف نشكر كل اللي يعاونونا في مجال الحوار الوطني ويعني الرباعي الأطراف اللي ساهمت مباشرة وغير مباشرة في إنجاح هذا الحوار الوطني نشكر كل الشخصيات والأحزاب السياسية المنظمة الاجتماعية واللي أعطاوني من وقتهم واستمعت لهم وكانت نصايح مفيدة حتى ولو اختلفنا في الرأي هذا مكنني بشكل رؤية وقناعات وعلى أساسها قمت باختيار هذا الفريق وتقديمه للسيد الرئيس اليوم إن شاء الله فريق موافق وإن شاء الله الليلة زادة كيف كيف بعد الموافقة بعد الموافقة بعد دستور إن شاء الله نحتفلو به غدوة وإن شاء الله في أقرب الأوقات زادنا تعدى بقدم مجلس السيسيو وهكذا يكونوا عنا استكملنا جميع المسارات وإن شاء الله نكونوا آخر حكومة انتقالية قبل من تعدى الحكومات مستقرة بطبيعة الحال ما كانتش ديمة الأمور سهلة ولكن أثبتنا كتوانسة قدرتنا على يعني التوصل للحلول ولو بعد ساعات في دقيقة التسعين ولكن ديمة ردحين إن شاء الله نحب قبل من نختم نقول لفريق هذا برغم استعداداته نجاحه يعني يكون بإعانة الجميع إن شاء الله يد في اليد إن شاء الله أتوانسة الكل إن شاء الله نعمل على جميع القوى الجميع القوى الفاعلة حتى اللي ما ما كانتش يمسان دنتنا في الترشيح إن شاء الله اليوم تكون مواليتنا في العمل لأنه الهدف واحد هو إنجاح هذا المسار هو الوصول الانتخابات يعني وتوفير المناخ الكافي الأمني والاقتصادي وفي التنظيم لإنجاحها والخروج بالأزمة الاقتصادية وبعض مشاكل نتعرضو لها وبإعانة الجميع إن شاء الله هم وفقين والسلام عليكم فضلوا سيدة الرئيس سؤال الأول اللي هو ظل بديهي لماذا الحفاظ على لطفي بن جدو لماذا حافظتم على لطفي بن جدو كوزير للداخلية هو الحقيقة يعني في اللول كانت عندي فكرة المحافظة على بعض الأزراء يعني للنجاعة لأكثر لأقل كل الأزراء اللي عندهم لون حزبي هذا تنفيذ لخريط الطريق وتوصيات الرباعي وباتفاق الأحزاب اللي شاركت في الحوار الوطني يعني نحيناهم بقاو بعض المستقلين اللي أثبتوا كفائتهم كنا حاولنا نحافظ عليهم وفي الآخر آخر خيار وصلت له كون نجيو بفريق جديد ما نحسبوش المردودية نحاول نجيو بفريق جديد وفرغلو شورج كوزيتيف إلا في حقيبة الأمن حقيبة الأمن الأشكال كونو عنا يعرفوا تعرفوا التهديئات تهديدات كصار تحسن في المدة الأخرة في المردود الأمني يعني كنقول تحسن ما ناشي يزال فما ما يتعمل وما يزال فما بناء ولكن وصلنا التوازن هش الاختيار كان هو في التواصل عدم المجاسفة بالإخلال بهذا التوازن والاختيار الأخير اللي توافقنا له كان التواصل مع التدعيم ذلك علش زدنا وزير لدى وزير الداخلية مكلف بالشأن الأمني وإن شاء الله بالتدعيم هدايا وبالمحافظة على التواصل إن شاء الله بإعانة الإخوان الأمنيين إن شاء الله نتوصلوا لتحسين الظروف الأمنية في البلاد اللي هي لازمة لحماية البلاد والعباد ولكن لازمة لتهيط الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات علي زعطور من قناة سيد ريس الحكومة فيما يتعلق بإبقاء على وزير الداخلية لطفي بالجد وهل كان بالاتفاق مع رباع راعي للحوار خاصة أن بعض أحزاب المعارضة عبرت عن رفضها القطع لإبقاء عليه سؤال الثاني فيما يتعلق بالفترة القادمة هل ستطالبون من الاتحاد العام التونسي للشغل هدنة اجتماعية لإطفاء نوع من النجاعة على عمل الحكومة شكرا شكرا فيما يخص لطفي بن جد تعرف تشكيل الفريق واختيار أعضاء الحكومة هو من مهمتي وانا ظهر لي كنت واضح من يوم مكالفوني هي مهمتي ومسؤولتي يعني قمت برشة تشاورات واستمعت البرشة أراء منهم أراء الرباعي وكان هذا خياري وكما تعرف البارح صارت نقاشات معمقة حول حقيبة الأمن وتوفقنا إلى يعني توافق أوسع ما يمكن فيما يخص الهدنة الاجتماعية هي مواشي إلزام ولا ما تمشي لمراككة الاتحاد العام تونسي هو طرف مهم في الرباعي طرف مهم في هالحوار وهو بواعي تام بوضعية البلاد وعني من موقع المسؤولية ومن موقع المسؤولية من جهة الاتحاد من جهة الحكومة ومن جهة الأطراف الأخرى إن شاء الله نتوفق لل يخلينا نواجه الصعوبات في أحسن ظروف يعني أكثر منه إلزامات هو من باب السودية والحوار ونا حتى في الفترة الأخرى في مروري وزارة الصناعة كانت عنا تقاليد طيبة في الحوارات ونجمنا مع الأطراف الاجتماعية مع الأعراف واتحاد الشغل نجمنا نواجه كثير من الصعوبات عبر الحوار وإن شاء الله متواصلة وهذا الحوار يكون قسم مشترك مع الكل يعني مع كل الأطراف حتى أكثر من الأطراف الاجتماعية مع جميع المؤسسات مع جميع المنظمات المنظمات المدنية وغيرها طيب وزيد التلفز الوطني مرحبا بيك سيد الرئيس الحكومة أنت ليلة البارحة قلت أنه تم تأجيل تقديم تشكيلتك الحكومية بسبب الاختلاف على الحقيب الأمنية ولكن أيضا وردت معلومات أنه ليس هذا هو المشكل الحقيقي بل المشكل في الفصل 19 متظيم المؤقت للصورة العمومية الذي يسحب ثيقة من الوزراء وزيرا بالأغلبية المطلقة هذا كان سبب الحقيقي وراء تقديم تشكيلتك الحكومية والدليل أنه بعد المصادق على تنقيح هذا الفصل قدمته مباشرة إلى قرطاج بعد تأجيل من الساعة السادسة إلى الساعة تاسع شكرا هما السببين الحقيقي البارح قلت لكم سبب لول وخليت نقول لكم اليوم سبب الثاني صحيح لأنه أنا ركز برشا على العمل الفريق حتى في اختيار الكفاءات ديما كنت نشوف العمل الفريق لأنه كفاءة ولو تكون عالية إذا كان خدمة أشخاص ما توفقت يعني عندي مقاربة متع فريقة قوية والبارح حسيت يعطيهمش الضمان الكافي والأريح هي الكافية بشيخ يخدمو يحقوا الأهداف وخيرت ناخذ الوقت ولو أحنا يعني كنا مزروبين ومدابين في سعن تمو هالمسار بعد ساعات يلزم واحد يعرف الوقت وخيرت ناخذ الوقت وليوم أحنا في ظروف أحسن وكنت واعي اللي قلت لكم ما يجبش تاخذ برشا وقت لأن نعرف مسؤولية أعضاء المجلس التأسيسي وكنت تشوفوا في المنجل هنا أعطاونا الإطار والمناخ اللي نجم ونقدموه باستقرار واستمرار لها إن شاء الله رشيد شكري الجرائي قناة العهد العراقي سيد رئيس الحكومة هل ستتولون تصريف الأعمال فقط أم أنكم ستتخذون على عتقكم مسؤولية اتخاذ قرارات تخصها الجانب الاقتصادي للتخفيف من أو التقليص من حالة الاحتقان الاجتماع في عديد الجهات لا يكون من مؤسف إذا كان ما ناخدوش قرارات اقتصادية لأن الوضعية من الصعوبة اللي يعني يلزمنا ناخدو قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي هي مش حكومة حكومة تصريف أعمال هي حكومة مكلفة عندها سند الكافي إن شاء الله وثيقة بعد نيل ثيقة المجلس التأسيسي والسند الكافي بش تقوم يعني بالإجراءات اللي اليوم لازمة بش نقوم بها في كل المجالات إن شاء الله شكرا محمد الأطرش قناة المتوسط سيد الرئيس يعني حكومتكم ليست لها سند سياسي هل ستعاولون على برنامجكم يعني برنامج دقيقة لنيل ثيقة الشعب وما هي يعني ملامح هذا البرنامج القادم هي ما عندهاش سند سياسي ما عندهاش حزب سياسي وراها ما عندهاش تكتر سياسي ولكن إن شاء الله بالبفاق الوطني يكون عنا سند أقوى وإن شاء الله قوتنا زاد نستمدوها متوانسة أن ينحبوهم يكونوا معنا مشورانا معنا وإحنا إن شاء الله معهم بكل بكل تركيباتهم بكل أجناسهم بكل مواقعهم هذي أكبر سند نعاولوا عليه إن شاء الله ننجحه يعني في تهيئة المناخ بشتوانسة يسترجع الأمل في 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 المناخ السياسي بصفة عامة ويعاونونا لأنه ما غير عند التوانسة مهما كانت قوت الفريق يظهر لي النتائج ما يشفش تكون في المستوى المطلوب سيرين بن قاسم إدعاة شامسافي سيد رئيس الحكومة على ذوق الاجتماع الذي قمتم به اليوم العشرية مع بقية أعضاء الحكومة يعني حددت كيفاش بش يكون تنسيق وتقاسم الأدوار بين وزير الداخلية سيد لطفي بن جدو والوزير المكلف بشأن الأمن سيد ريذا صفر يعني شنو بشيكون دور كل واحد من الحقيقة اليوم يعني فريق كامل الاجتماع كانت التعارف والخطوط العريضة ومنهجية العمل ما تخلناش في الجزئية هذه إن شاء الله في أقرب وقت عنا التصور وإن شاء الله نحدوه عمليا شكرا أي سؤال أخير تفضل سؤال أخير يعني العديد من الملفات مفتوحة الآن من الحكومة الجديدة خاصة من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يعني هل ستعهدون في برنامجكم الحكومية المستقبلي خلال الثمانية عشر أو سنة كما قلتم لينقاذ البلاد الاقتصاديين أم لكشف الاغتيالات خاصة ومطلب لأحزاب المعارضة اليوم أو تحقيق الأمن نحن بش نتعهد بكل مجال في خارج الطريق يمكن تراجع خارج الطريق تلقى يعني في المجال الأمني في الاغتيالات في كثير من الأشياء إن شاء الله بش نتعاهدوا بها في كل المجالات يظهر لي توا مواشي وقت ولأنه فهم بيان قاعدين نحضروا فيه إن شاء الله قدام المجلس الوطني التأسيسي بش يتبينوا فيه ملامح والخطوط العريضة للبرنامج نهيئوه ومبعد عن الوقت بش نتخلوا في التفاصيل إن شاء الله وإن شاء الله ديما متواصلين واليقاءات يعني هي أولوية الأولويات الانتخابات هذا اللي بشي يسجلها علينا التاريخ وإحنا أول مهمة هذا والباقي يعني مهم لأنه يمس يعني التوانس الكل وكذلك لأنه ما الظروف المهمة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لتهيئة المناخ الطيبة للانتخابات فعلا سيدي للكم سعيدة وإن شاء الله لقاءة متواصلة ونشوفكم خير سبحانه خير